قدم الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية وام كليميني الشكل للحكومة المصرية وللرئيس عبدالفتاح سيسي على استدافته للنسخة الثالثة من المعرض لكن خلال كلمته أكد أن مصر تعد أول الدول الدائمة للتكامل بين دول القارة الإفريقية أود أن أضم صوتي إلى الرئيس أوبا سانجو في التعبير عن التقدير للحكومة التي يرأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافتنا مرة أخرى هنا في مصر لقد كنا هنا في نفس عزيق قاعة في ديسمبر 2020 لإفتتاح المعرض ومن خلال هذا النجاح فإن المعرض كبرى لكي يصبحت أحد المنصات الكبرى الأفريقية أو أكبرها وأيضا مما يدعم التجارة وأصحاب الأعمال الشباب مما أعطاهم الفرصة لأن يعبروا عن التزامهم بالتجارة في أقارة إفريقية سعادة الصاحب الفخام الرئيس أنني أقدر تماما الرئاسة والقيادة المصرية في تنفيذ منطقة التجارة الحرقرية الأفريقية وكما أشار فخامة الرئيس في عام 2020 فإن مصر كانت أولى الدول من بين الدول الست لأن تبدأ في التجارة في إطار قواعد منطقة التجارة